السلام عليكم. ليه البرمجة وليه عايزين نتعلم برمجة وليه مهم نتعلم برمجة وليه مهم الشركة بقى فيها مبرمج. احنا اغلب الشغل بتاعنا بنشغل على البرامج. وانت معتقد ان البرنامج بيعمل كل اللي انت عايزه. لا هو البرنامج بيعمل كل اللي هو اتعمل. وممكن انت لو فكرت تلاقي اه ده المبرمج لو عمل حتة صغيرة كده هيبقى شغل 100 يعني مسلا لو عمل الشغل دوت لو بقى اونلاين هيبقى 100 لو الشغل ده زودنا له حاجة صغيرة بتبقى 100. والدليل على كده اللي موجودة في الاوتو كاد. بتلاقي ليسبي بيعمل لك حاجة انت مفروض تبقى في البرنامج بس مش موجودة. زي اشهر ليسبي اللي هو اللي ان بيجمع الخطوط. تخيل ليسبي ده لو باش موجود. هو باش موجود اوتوماتيك في الكاد. فلو باش موجود مع عارش تحمله وبتبدأ تجمع الخطوط. ممكن يكون عندك عشر تلاف خط فبطر بقى تجمعهم كده. ولا حسبة وتجمع وواحد صاحبك يرخم عليه كروح دايس. اي زرارة لها الاركام كلها طارت. فالموضوع باش منطقي. ولس بصغير واحد عمله. ممكن يكون قعد مسلا برمجه ساعتين بس وفر ملايين الساعات على ناس كتيرة جدا. تمام? فالبرمجة بتفيدك جدا ان انت بتعمل حاجة اللي انت عايزها. انا لما رحت اا ٨ قطر اولca الشركة قاعدت فعل يعني كان معنا في القسم. قسم البلانيج الدخل تقسم البلانيج لاد حواليه. اه اه. احنا محتاجين في البرموفيرا. اا بمبرمج حاجة بحيث انها تعملين الحاجات اللي احنا حاسين البرموفيرا ما بعملهاش. تمام انا كزا مرة بزينك في الشغل. مرة مسلا جاتل الوحة كبيرة جدا ومعمولة كلها البلقة كاد. ومعمولة كلها cfm بالcfm واحدة كياس كلمة الهواء واعزينها liter per second فانت مفروض تنسك رقم رقم تضربه في رقم وعشان تغير الحاجات يعني مثلا عندك مثلا بالمتر عايز تحواله مثلا للبوصة واللوحة كلها مثلا فيها تقريبا أنف رقم فمحتاج رقم رقم تمسكه وتعمل تحويل وتغير الواحدة الكياس اللي بعدها فالموضوع ده يعني تلقائيا ممكن ياخد ازوار شغل ازوار شغل تمن ساعات كده قدام الوحة دي تتظبط فيها لانه كازا دور وكزا حاجة فهتاخد منك وقت كتير قوي كل اللي انا عملته ان انا دخلت على لسب جاهز كان بيحول الصانتي لوصة وعدلت فيه بعض الارقام يعني بدل ما كان بيدرب مسلا في اتنين بوينت خمسة خلت ادرب رقم تاني وغيرت الواحدة اللي تتكاتب وعدلت في حاجات بساسة جدا ما اخدتش مني مسلا ربع ساعة ربع ساعة عشان لانه فهم بس كود مكتوب ازاي وراحت مشغال وراح منظبات الحاجة كترة جدا حاليا في الريفت شغال بالداينامو في حاجة كترة جدا بتقريب ان يوميا مطاف قدامي الاقي حاجة مثلا دي هتتعمل بس هتاخد مني تلات اربعة ساعات وكل مشروع هتاخد مني تلات اربعة ساعات لا ده انا ممكن ابرمجة كده في نصف ساعة بحيث ان انا اوفر الوقت دوت تمام ولما بتعمل اوتوماتيك بيقلل الاخطاء يبقى انت مهميتك بس ان ان انت ايه انت تعمل تشيك وتتأكد ان الموضوع السليم تمام على سبيل المسال مثلا ااا عندي مثلا فيويوهات كتيرة وعايزت تعملها دبلكات تمام فبقى اعمل لزمة بسيط اقول لخد كل الفيوهات ده تقررها والجديدة بدل ما بتكتب مسلا ايه ار خلاها استي بدل ما معماري خلاها انشائي وكلت ايه لعلكده تمام نهار ده بعض النقط وخطوة حلوة وهي ان احنا نبدأ ندخل في السي شارب وبعد ما ان شاء الله نشرح كمية حلوة من السي شارب وما حدش يزهق لان انت مش مش مجرد بتمسك حاجة برنامج بتعلمه لا ده انت هتعمل انت بعد البرامج فممكن ناخد مننا وقت فما حدش يزهق وما حدش ايميل بس هنحط الاساسيات بحيس ان احنا لما نروح نشتغل نبرمج الريفت فاهمين احنا الكلام فيه بدل ما كل شو احنا نشرح الريفت لأ ده انا مش فاهم يعني ايه متغير ده يعني ايه انتجر يعني ايه دابل الحاجات ده كلها نفهمها كلها مع بعض بسلوب سهل ان شاء الله وبسيط ومش هياخد مننا جهد كبير بس ان مهم اللي بقى فاهمين القواعد وفاهمين لو احنا ما ندرع معلومة نعمل ايه تمام ايه بقى السي شارب واش معنى السي شارب اللي اخترناه عشان نبرمج جوه الريفت الاول هناخد فترة كده نبرمج جوه الويندوز كيان احنا معنى الشرفة خالص كيان احنا منعمل الاحاس بعادية واي حد عنده معدلات او اي حاجة عايز يعملها على السي شارب يبعتها لنا نفكر فيه مع بعض ونشرح الفيديو يعني احنا في ايدينا مش 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 فيه منهج معين هنشغل به اقدم اهم حاجة الافادة اهم حاجة ان احنا سفات بش مهم من احنا نخلص مثلا ايه الكتاب دوت نقرأه بتاع لا اهم حاجة ان احنا سفات الكتب بتبقى مرجع لما بنزني بندور على المعلومة اللي كود ده يكتب ازاي ونبدأ نفهمه سي شارب من من لغاتها كوي جدا هي تعتبر لغة حديثة تقريبا 2002 بدأت تظهر بس هي معتمدة على السي بلاس بلاس والسي فليها جزور عشان تستطبها لازم بيستطب برامج اسمه في جوال استوديو او في برامج تانية open source بتقدر تشغل عليها وتقدر تكسب نفس الكود ما فيش اي مشكلة خلص فهو احنا هنعمل ايه دلوقتي ان احنا نستطب الفيجوال استوديو ونفتحه ونشوف شكله ونعجب به ونقفل البرنامج يعني مجرد يعني وهناخد نحنا نبرمج على الويندوز بشان ناخد نحنا نضعه وقتنا في الدوس ونحفظ الشفرات وكده لأ هنبدأ نطبق على الويندوز على طول تمام طيب خلينا نبدأ الاول ان انا هجي هنا خش على جوجل هقول له فيجوال استوديو داونلود ايه هتطلع لك فيجوال استوديو داونلود هتدخل عليه ده بقى تقول له انا عايز اسطب الفيجوال استوديو الفين وسبعتاشر عندك نسخة اه بروفوشنال اه انتربرايز زي ما انت عايز هتنسل نسخة فيري تريال يعني مجرد نسخة تجربية اه تسعين يوم تمام وحتى بعد اتاني يوم بيش هيكلم معك كتير يعني هو عايز الموضوع ينتشر فما تقلقش يعني تمام وممكن تبدأ تستطب البنامج قعده خالص تقول له بقى ايه انا عايز اه downlود لو هو لا استطبش معاك هتدوس هنا هيبدأ يستطب لك الملف تري با مساحته في حدود مثلا جيجا ونص حاجة زي كده تمام طيب بعد ما بينزل وتستطبه هو الموضوع بسيط بروفش اي مشاكل تمام هتيجي هنا وتقول له انا عايز فيجوال استوديو. حسب الاثهار بقى اللي عندك. مش تفرق. احنا اهم حاجة بالنها نفهم الفكرة. حتى لو عندك الاثهار اللي هو الفين واثنين ما فيش اي مشكلة خالص. المهم انحنا نفهم الفكرة. تمام? دي الواجهة بتاعت البرنامج اول ما بتصهر لك. هنا مفروض هيبقى فيه التول بوكس الادوات اللي هستخدمها في الشغل. هنا بيبدأ يفتح للملف وتجاول جواه. انا هقول له انا عايز نيو بروشكت. تمام? بيقول لي دي الملفات اللي عندك ممكن تبرمج مثلا حاجة خاصة مثلا بلايو اس او الاندرويد او كلاود او ويب. كل الحاجات دي ممكن تبرمجها بسي شارب. يعني ممكن تعمل برنامج للمبيلات الابل او مبيلات الاندرويد او كلاود او ووركفلو. انت ما بقتش مستخدم انت بقت مبرمج. وده هيفتك جدا حتى لما تجي تعلم اي برنامج. انت فاهم فكرة المبرمج عامل ازاي. مفاهم انه بينظم الاندرويد ازاي. فبتفري معك جدا. يعني الثقة ان شاء الله هتفري معك جدا في كل حاجة. طيب انا اقول له لأ انا هبرمج جواه الويندوز. فبيقول له انا ممكن اجيب لك شاشة دوس حلوة. طب ليه الدوس? انا مش برمج للدوس. تمام? عشان بس تفهم المبادئ وبتاع لا احنا ممكن نفهم البادئ من خلال البرمج في الويندوز. بحس ان احنا واحدة واحدة. وما وما نشدش على نفسينا منوع بقى لا لازم نهارا دخلص كل حاجة. لا يعني خليك بالراحة كده وهتوصل لنت بقى احسن مبرمج ان شاء الله. تمام? اوكي. تمام? هو بيعمل لي دلوقتي بيعمل create project. بيبدأ يعمل لي فورما. وجهة. الوجهة ديت فيه بلغة برمجة تانية. عشان انت قد تعمل الوجهة ديت تاخد لك كزا ساعة. تمام? انا جيت دلوقتي من الركن ده شديت الشاشة عشان تجبر شوي. طيب دي الفورما. عايزين نبدأ نتعامل بس تعامل بس تتعامل بسيط جدا. هنا دي الادوات. يعني ممكن اقول له انا عايز bottom. وارح رسم الزرور اللي انا عايزه. طيب اسم الزرور ده bottom 1. هل انا هطلع على البرنامج المكتوب عليه bottom 1? لا. هكتب مثلا هنا. حاجة كده تكون افتح السمسل مثلا. تمام? ممكن تكتب بالعربي ما فيش مشكلة خلصة. ده تكست. حاجة بس بتظهر كده شكلا. تمام? طيب ده انا عايزة اغير الاسم دوت. هاجي هنا برضو ده فرموان. هقول له. آآ 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 ده النيم. اما اللي احنا كنا فيه من شوية ده. ده التايتل. التايتل ده هو الاسم اللي بيظهر عندي. ده التكست ده. ده التكست. ده الكلمة اللي هتظهر هنا. ده الكلمة اللي هتظهر هنا. تمام? النيم بقى الاسم اللي وانا ببرمج بستدعي به الويندوز. يعني لوانا ببرمج. وعايز اقول له ايه في النفذة. بكتب الاسم دوت. بكتب النيم دوت تمام? طيب. بعد كده بتنزل بتلاقي كل الوحادة. يعني يبقى مسموح اللاود روب. علاءة. زي ما انت عايز. تمام? طيب. اوتوة. اوتو سكرول. يبقى في سكرول ولا قى لو الشاشة فيها زرارك كتيرة. زي ما انت عايز. هوا انا معملة فعلس. مو كنت تخلىها ثروه. اوتوسيز. تمام? يعني تقدر تتعمل لأساس من نفسها. ولقى. مو كنت تخلىها ثروه. أو تخلىها فلس. زي ما انت عايز. تمام? اوتو سائز مود. تغير تغيرها مثلاً سويد بالشكل دو تغيرها مثلاً بالشكل الجميل دو تمام عايز تضع صورة تقدر تضع أي صورة انت عايزها تعال نختار أي صورة عشوائي كده دي صور بمقرابية اوكي بها يتحطط في الخلفية تمام عايز مسلاً أريد تخلي في زرار أو لا زرارة كنسل يعني لما إغلاق تضع زرارا يعني نقوله الثرار للشغال فممكن أقول له دعوا أنه موجودة هنا هي التي تنفز تمام زي ما تشايفي مجرد خصائص للشاشة فممكن تقوله أن يقول أشغاله أو لا الفنت عايز اغير نوع الفنت فتروح مغاير نوع الفنت تمام اهو على سبيل المسال يعني فور كولر الهيلب بوتوم عايز انت هيلب بوتوم ولا ماشي الايكون عايز حط ايكون جديدة ولا لا ايكون مود لوجد تقفلها ماكسمايز بوكس تقدر تقفل ماكسمايز بوكس ده انه ماشتغلش عايز في درجة شفية اد ايه عايز دي كلها خصائص تمام عايز انا اغير السايز عايز اغير التكيست عايز اغير ال 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 ستيتس مسلا ده نورمل ممكن اقول له ايه خليها اول ما يفتح مسلا تبقى منيمايز لا اده انا عايز اماكسمايز طيب عايز ابدأ اشغل الشاشة ديت الشاشة البسيطة اقول له ستارت هيعمل لي ايه هيفتح للشاشة ما ما فوش اي كود لسه كتب درس الجاية ان شاء الله هناخد الكود اهو اول حاجة عملها اعمل ماكسمايز لكل حاجة وده هو الزرار اللي انا ادوس عليه والماكسمايز احنا قفلناه تمام محدش يدر يعمل ماكسمايز ورستور زي ما تشايف الموضوع سهل وبسيط وبرضه هنكتب الاكواد لتراه سهل وبسيطة بس تابع معنا ان شاء الله